يعني بلاحظ من خلال كل حديثك سواء في الحلقة عن يسوع ابن الله أو يسوع ابن الإنسان هو بالحقيقة أنت عم تتكلم عن هوية المسيح وهذه الهوية اللي عم بحاربوها كتير من الناس لأنهم يسيئوا فهم التعبير عندما نقول يسوع ابن الله أو يسوع ابن الإنسان وهذه الهوية اللي لاحظ من خلال كل حديث هي جاي في مخطط إلهي بحسب الحلم أو الرؤية اللي شافها دانيال أنه عم بتصير بتناغم كيف أنه المسيح جاء وكيف قرب نفسه كيف قدم نفسه فدية ذبيحة أضحية من أجل خلاص البشر وكيف أنه المسيح رح يرجع ورح يملك يعني كله كل هاي الايدنتيتي كل هالهوية اللي بتتكلم عنها هي بتتمحور حول شخص المسيح فداءه وخلاصه أيضا وهذا كله لخيرنا ولمنفعتنا أيضا أمين شوف أخ نيزار بالكتاب نشوف أنه في ثلاث محطات مهمين كتير أنه نفهمهم على المسيح هو الإله التي تجسد ليفتدينا وهو الديان والملك الأبدي أي ناحية من هذا النواحي وإذا نختصر نختصر النقطين الإله المخلص إن لم يؤمن الإنسان بمن هو المسيح وما فعله المسيح لا خلاص له لا نقول هذا من باب التعصب أو التشدد أو التشبث تعرف كل دين معين نحن وبس الإله تبعي وبس الشفيع تبعي عند المسيحيين فلان وهذا هو قدسين أو كذلك نحن نحب كل الناس ونحترم كل الناس لكن نحن نقول المسيح فقط والمسيح فقط لسببين من هو وماذا فعل من هو هو ليس إنسان نبي تاب تقدس خدم ترفع ربنا رفعه أو حدا عطى هيلة القداسي هو ليس إنسان هو الإله الذي صار إنسان وهو في بشريته كان إنسان وإله في نفس الوقت ورجع إلى حيث كان وقال له مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم اثنين لا أحد يستطيع أن يفتدينا غيره لأن الفادي يجب أن يكون إله إنسان كامل لأنه إذا لم يكن إله لا يستطيع أن يغفر الخطايا لو أنا لا سمح الله شتمتك وزوجة تحبني محبة عظيمة تقول لي غفرت لك قال الله نعم شو علاقتك في الموضوع المذنب إليه هو الوحيد الذي له حق الغفران وأن لم يكن إنسان كامل لما سطاع أن يحمل خطيانا لأنه كان عليه أن يحمل خطيانا هو الذي هو حمل نفسه خطيانا في جسده على الخشب وإذا انتكرار للي قاله يوحنا قال هو هذا شوفه هذا هو حمل الله الحمل الخروف طبع الله الذي مش يمحو ينصف يحمل يرفع يحمل خطايا العالم فإذا كونه إله كامل وكونه إنسان كامل قبل أن يحمل الصليب لكي يخلصنا يفتدينا يعطينا خلاص وحياة أبدية كيف نقبل هو مات لأجل كل الناس ولكن هل هذا معناه أن كل الناس خلصت والجواب لا لأنه شرط قبول الخلاص هو أن نقبل إليه ونقبله نقبل ونقبل السيس نيكولا وهذا بيسميه بكتاب إيمان هذا هو الإيمان أكيد أكيد اشتركوا في القناة